اعزائي المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاءنا الاسبوعية مع برنامجكم برنامج فرحة حواء فرحة حواء مع دكتور شادي محمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنبيب والحقن المجالي ومنظير البطن والرحم نتعشم فوجه لها أن نستطيع أن نرسم البهجة والفرحة على كل شفاه نساء حواء برنامج فرحة حواء برنامج يتعلق بأمراض النساء والتوليد إن شاء الله نستطيع أن نوصل المعلومات التي تفيد السيدات اللي بيتفرجوا علينا إن شاء الله النهاردة هنتكلم نكمل بقية موضوع حلقتنا المرة اللي فاتت وهو عوامل نجاح الحقن المجهري وأسباب نجاحه وإيه الحاجات اللي احنا محتاجينها والفرق بينه وبين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وإيه الفرق بين المسمى ده يبقى النص الأولاني من الحلقة والنص التاني هنخليه لاستفساراتكم اللي بتيجي عن طريق الفيسبوك هتلاقوا الأرقام ظهرة على الشاشة اللي عايز يتواصل معنا في أي وقت في أي موضوع يتعلق بأمراض النساء والتوليد يتصل بينا على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة عشان نتواصل إن شاء الله نتركنا على الليل نبتدي حلقتنا النهاردة إن شاء الله احنا المرة اللي فاتت كنا قلنا إيه هو الحقن المجهري وإيه الحاجات اللي محتاجينها للحقن المجهري اللي يتفرج معنا على الحلقة اللي فاتت يقدر يفتكر يقول إن احنا كنا وسائل الإخصاب المساعد احنا بنقسمهم لحاجتين كبار جدا الحاجة الأولانية وهي التلقيح الصناعي والجزء التاني وهو الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ده الكاتيجوري التاني أو النص التاني من وسائل الإخصاب المساعد طيب احنا قلنا عشان نعمل تلقيح صناعي التلقيح الصناعي ما هو إلا علاقة زوجية بشروط أو بأن احنا بنعدي ونعبر بعض الكباري أو الجسور احنا قلنا المرة اللي فاتت عشان يحدث حمل طبيعي أو يحدث حمل عن طريق تلقيح صناعي احنا محتاجين الأربع حاجات حد يقدر يقولهم لي احنا قلناهم الحلقة اللي فاتت محتاجين حيوان منوي قوي بويضة جيدة تجويف رحمي جيد أنابيب سلكة وجهزة للتلقيح يعني احنا قلنا الأربعة دول احنا محتاجينهم في الحمل الطبيعي ومحتاجينهم في التلقيح الصناعي اختلال أي واحدة من الأربعة بيخلينا نلجأ الوسائل للإخصاب المساعدة التانية وهي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب طيب يا دكتور في بعض الحاجات اللي احنا ما نقدرش نتلفها يعني ايه يعني هذه السيدة ليس عندها رحم لا يبقى ديه خلاص كده احنا نقدر الله ومشاء فعل احنا خصوصا في بلادنا العربية والإسلامية احنا في البلاد الأوروبية بيعملوا حاجة اسمها السروجيت ماظر أو الرحم البديل يعني السيدة تجيب بويضة وحيوان منوي من جزها ويزرعوه في رحم أنثة تانية طبعا احنا عندنا اختلاط الأنساب في دينا وفي شرعنا فما بينفعش الكلام ده هم هناك بيقدروا يتلافوا الجزئية دي احنا عندنا الحاجة الوحيدة اللي احنا بنلجأ لها للتلقيح الصناعي والحقن المجالي عند الرحم سليم عند البويضة عند الحيوان المنوي ولكن الأنبيب مسدودة أو السكابين اللي اتنين نظهرين عندنا فيديوهات دلوقتي هنعرضها كلها وراء بعضيها عن تركيب الحيوان المنوي عن كيفية الإخصاب الطبيعي وبعد كده نرجع ونتكلم ونقول احنا ايه اللي بيحدث في الحقن المجالي أو أطفال الأنبيب احنا زي ما احنا نظهرين كده ده الحيوان المنوي السليم عبارة عن رأس وقطعة وسطة وقطعة أساسية للذيل والقطعة النهية الرأس الحيوان المنوي دوا هو ما يحتوي على الشفرة الوراثية اللي احنا بنحطها في الحقن المجالي يعني ما ينفعش الرأس دي تبقى راسيين ما ينفعش الرأس دي تبقى كبيرة ما ينفعش الرأس دي تبقى صغيرة ما ينفعش ما ينفعش احنا اثناء الحقن المجهري زي ما اتفرجنا على الفيديو المرة اللي فاتح احنا بنقطع الديل الديل ده عبارة عن الحركة انا لو شبهت الحيوان المنوي ده عبارة عن زي العربية فالكمبيوتر بتاع العربية هو الراس اما العجل والكاويتش والحاجات دي كلها هي عبارة عن الديل انا ما ببقاش محتاج الديل غير في العلاقة الطبيعية لان المشوار اللي بياخده من مهبل الانثى الخارجي حتى يحدث الاخصاب في الثلس الخارجي للانبوبة دي مسافة طويرة جدا على الحقن المجهري وانا كنت بشبهها زمان اللي كان بتفرج عليها من زمان قوي زي ما انا اكون شايل شنطتي على كتفي وماشي من اسوان واصل للقاهرة طبعا لازم ابقى صحتي كويسة ولازم ابقى طول الطريق بتغزة وهذه التغزية بتحدث من القطع الوسطى اللي فيها الميتو كوندريا او المغزن اللي بيبقى قوي للحيوان المنوي نكمل بقية الفيديو زي ما احنا شايفين ده كده تركيب الحيوان المنوي طيب عبال ما وصلونا بقية الفيديو يبقى احنا الحيوان المنوي ده هو دوا اللي بيحدث منه اهو زي ما احنا شايفين بقى احنا دخلنا جوه شوية شفنا ان الراس هي اللي بتحتوي على الكروموسومات التي تحتوي على الشفرة الوراثية اللي انا بستخدمها في الحقن المجهري يعني أنا بأخذ الرأس دي وهي دي اللي بعمل لها حقن داخل البويضة بعمل لها حقن داخل البويضة يعني هي دي اللي احنا بنعمل لها الحقن داخل البويضة فعشان كده زي ما احنا قلنا بنعمل الحقن داخل البويضة فلما بيجي الرأس بندخل جوه البويضة فبتكون جنين سليم طب يا دكتور هل في فحص لهذه الرأس أثناء عمل الحقن المجهري اه دلوقتي بقى عندنا فك للشفرة الوصية والتقدم دلوقتي بقى بيخلينا ان احنا ممكن نعرف هل الرأس دي قوية بما فيه الكفاية او الحيوان المانوي ده يظهر عليه انه سليم عشان نستخدمه في الحقن المجهري في بعض الحالات احنا زي ما احنا بنشوف في بعض الحالات اللي احنا بنشوفها دي ساعات بيبقى عنده حاجة اسمها امو طايل سيليا سندروم ان الحيوان المانوي ده ما بتحركش بتحرك حوالين نفسه دي انا بستغنم الرأس في عمل الحقن المجهري نشوف الفيديو اللي بعد كده تمام يبقى احنا كده شرحنا الحيوان المانوي وفي حلقة كاملة هنرجع تاني نخصصها هتبقى للسائل المانوي وكيفية قراءة السائل المانوي وكل اللي هيتفرجوا علينا رجالة او ستات هقول لهم تعالوا هاتور السائل المانوي عشان نفسروا مع بعض نقطة نقطة وفهم حضرتك انين لان استتاج كتيرة جدا سيدات بتكلمني او رجال يكلموني يقول لي انا عندي العدد كويس ما وحنا قلنا قبل كده لو الحيوان المانوي او تحليل السائل المانوي يكتفي بالعدد كانت المعامل عملت العدد وخلاص كان جابهولي فورقة صغيرة كده وقالوا لي يا دكتور العدد عشرين خمسين وخلاص لا احنا السائل المانوي بيحتوي على حاجات كتيرة اهنا بقى نشرحه في حلقة كاملة دلوقتي انا نفرج على الفيديو التاني وهو عبارة عن التلقيح الطبيعي ادي البويضة والبويضة دي لا ترى بالعين المجردة عشان كده احنا قلنا المسمى ان الحقن المجهري هو حقن تحت المجهر يعني البويضة اللي حضرتك شايفها دي اول اللي احنا شايفنا ده عبارة عن بويضة عبارة عن بويضة بويضة تحت المجهر يعني انا شايفها تحت المجهر ودي هي البويضة بتخرج من المبيض ودي الحيوانات المنوية تحت المجهر يعني دي حيوانات منوية حقيقية دي حيوانات منوية حقيقية ادي البويضة ويبدأ التلقيح بتتحرك في الانبوبة فانا محتاج الانبوبة في التلقيح الصناعي أو في التلقيح الطبيعي وهذه تبتدي تتحرك وبيحدث الإخفاف في الجسولوس الخارجي من الأنبوبة ويبتدي يتحرك الزيجوت أو الجنين حتى يتم غرزه في بطانة الرحم ويتكون الجنين شفتوا الموضوع ببساطة سهل إزاي؟ هذه البويضة تبتدي كده حدث دخول الحيوان المنوي القوي العريس وهنشوف دلوقتي أن العريس كان بيقدم للعروس الوردة بتاعتها تمام؟ وتبتدي تنقسم بيتكون حاجة اسمها خليتين وبعد كده أربعة بعد كده تمانية الموريولة الموريولة تمام؟ وبعد كده بعد ما تكون الموريولة بتتكون الخلية تمام؟ هنشوف بقى الفيديو التالت اللي بيورنينا التلقيح الصناعي عشان يتكلم الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب هي برضو بيوضح لنا التلقيح الطبيعي بيحدث إزاي؟ عشان نبقى فاهمين الفكرة إحنا البناء أدمين والإنسان والدكاترة هما هما إلا بيقلدوا الطبيعة ده الحيوان المنوي بصوا أهو القوي هو اللي بيستطيع البقاء للأقوى وهو ده القانون اللي موجود في الدنيا وبما إن الخالق واحد فهو نفس القانون بيطبق على كل شيء تيجي الحيوانات المنوية أهو وييجي الأمر الإلهي لهذا الحيوان المنوي العريس جاي للعروسة جاي يخطبها وجايب لها الورد بتاعها طبعا الورد بتاعها ده هي بتستطيع الفتح الباب للعريس عشان العريس يخش ويحدث هذا الإخصاب تمام ده الطبيعي طب إيه اللي بيحدث يا دكتور للإختلال؟ لما نلاقي إن استحليل السائل المنوي اللي هو الطبيعي المفروض من عشرين لمية وخمسين مليون ألاقي تلاتة مليون وبقية الحاجات الكريتيريا وبقية الحاجات كلها طبيعية يبقى أنا كده تمام أبتدي أعمل ألجأ لوسيلة إخصاب مساعد لما يبقى الزجين عاملين كل الفحصات ففيش غير الحيوان المنوي هو اللي تعبان شوية فبعمل تلقيح صناعي طب لغاية إمتى لأ أنا ملاقيش السائل المنوي ألاقيه تلات تلاف مثلا وأقول له لأ أنت حضرك هنعمل تلقيح صناعي لا وخصوصا لو لما بيجي جيلي لسه عيان جايلي بحيوانات منوية أو تحليل سائل المنوي متناقص طب يعني إيه متناقص يعني إحنا داخلين على فشل في وظيفة الخصية يعني الخصية في خلال فترة ضعيفة جدا ممكن تفشل يعني حتى لسه كانت سيدة عندي في العيادة من يومين أو ثلاثة قلت لها لأ إحنا الأول هتعملولي تحليل سائل المنوي ولو بيها تناقص هنجمد الحيوانات المنوية ومش هنصبر ليه؟ لأن أنا ممكن بعد ستة شهور سنة ألاقي حدث فشل في الخصية ببتدي ألجأ الوسائل تانية خالص ولا أن المصنع بتاع تكوين الحيوانات المنوية فشل في تكوين الحيوانات المنوية طيب في الفترة الأخرانية في الجزء الأولاني من حلقتنا هنعرف إيه هو الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب أنا لما بتيجي سيدة وخلاص وأخدنا القرار إحنا مع بعضينا وركبنا لها زي ما احنا قلنا الفستان أو العباية فتاعتها حضرتك هنعمل حقن المجهري وأخدنا القرار بعد ما يفضل يفضل أن احنا نعمل منظر البطن والرحم عشان تلفيد عوامل فشل الحقن المجهري يعني لما تيجي السيدة لبعد مرتين ولا تلاتة فشل حقن المجهري وأجي أقول لها حضيك عملت منظر رحم تقول لي لا طيب منظر بطن لا منظر بطن تقول لي لا فيبتدي نلجأ لوسائل الإخصاب المساعدة إيه الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيض حقن المجهري وأطفال الأنابيض اللي اتنين نفس الطريق بنخصق بننشط الجسم خارجيا ونعزل الجسم عن التحكم في هرموناته وأنا بتدي أتحكم فيه من بره وبلعب أنا في الهرمونات من بره اللي اتنين نفس الطريق سواء بنمشي الطريق حاجة اسمها لونج بروتوكول أو شورت بروتوكول أو أنتاجونس بروتوكول الدكاترة اللي بتفرجوا عليها هيبقوا فاهمين الكلام دو احنا بنمشي نفس الطريق نفس الطريق لغاية لما بنكون بويضات سليمة ابتدي اسحب هذه البويضات خارج الجسم ومن هنا الاختلاف بين اطفال الانبيب والحقن المجهري الحقن المجهري انا احقن الحيوان المنوي تحت المجهر يعني اجبر الحيوان المنوي على تكوين اجنة ده طبعا فرص نجاحه اعلى شوية انما الاطفال الانبيب انا بجيب البويضات اللي انا بخرجها بحطها في طبق او في ديش وابتدي احط عليها السائل المنوي بتاع الزوج ما يحدث منه اخصاب يحدث منه اخصاب يعني ممكن بحط عشر بويضات يتكوين منهم 8 اجنة يتكوين منهم 6 اجنة يتكوين منهم جنينين واخد الاجنة دي سواء في الحقن المجهري او اطفال الانبيب بغزيها وبحطها في الدفاية بتاعتي لمدة 3 تيام حتى يحدث الانقسام او 5 تيام او 4 تيام حسب كل دكتور ما بيحب ينقل على اليوم الكام او حسب انقصام الخلايا ويغلب على ظني ان احنا لو بعتها في التالت يحدث حمل يغلب على ظني والكلام ده بيحدده دكتور النساء مع طبيب المعمل اللي اتنين مع بعضنا طب لا انقل هنا لا طب دي نقلت قبل كده على اليوم الخامس وما نجحش انقلها المرة دي على التالت طب نقلنا التالت المحاولة اللي فاتت نقلنا على التالت ونجحت المحاولة اللي قبلها نقلت على الخامس ونجحت وهكذا عشان كده احنا قلنا دايما كل سيدة مختلفة يعني لما تيجي السيدة تقول لي اصلا قربتي عملت كذا نقلنا على اليوم التالت لا اصلا حديك نقلت لي لا كل بني ادم مختلف قاعدة الاساسية اللي احنا بنقول البني ادم مش هندسة يعني ايه يعني ما بنقدرش نقول ان العمود ده خمسة سنتي والعمود ده خمسة سنتي نقدر نقيم المبنى لا انا دايما بمثل المثل البسيط اللي كلنا بنفهمه دور البرد دخل البيت انا ما حصل ليش حاجة والدي او والدتي تعبوا جدا واخدوا مضادات حيوية كمية كبيرة زوجتي او اولادي الدنيا عدت معهم صحتهم حلوة وانا ما حصلش حاجة هو نفس دور البرد دخل البيت يبقى اذا كل بني ادم يختلف في منعته ويختلف في قوته ويختلف في استقباله للمرض فاحنا مش هندسة احنا عبارة عن بني ادمين اختلاف الاجساد واختلاف البتاع وده الاختلاف ده هو الرحمة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى نبتدي بقى احنا زي ما قلنا شرحنا الفرق من الحقن المجهري واطفال الانبيب وبعد عوامل نجاح الحقن المجهري وقلنا اهمها اختيار المعمل الكويس عمل من ظري بطن ورحم قبل الحقن المجهري والمتابعة الجيدة مع الطبيب نبتدي بقى ناخد النص التاني من الحلقة وهو عبارة عن الاجابة على اسئلاتكم وخصوصا ان انا مقصر جدا في صفحة الفيسبوك انا عارف ان انتو بتبعتوا اسئلة وانا يعني الى حد ما ما بقاش فاضي ان انا ارد على هذه الاسئلة فان شاء الله ناخدها مع بعضنا في الحلقة اول سؤال السلام عليكم يا دكتور شهادي وبرك الله فيك انا كريمة من الجزائر عمري 41 سنة متزوجة عندي عمين لم احمل ابدا عملت تحليل هرمونات كويس وعملت اشعة باستبغى اليمين مسدودة والشمال كويسة مع العلم اني زوجة ثانية زوجي عمره 44 سنة عنده اربع اولاد عمل تحليل السائل منو النتيجة القلة في العدد والحركة وكثرت التشوه ما هو الحل برأيك وما هي الخطوة الموالية وشكرا طيب المدام لو بتتفرج علينا مدام كريمة حضرتك السن احنا قلنا سيدة لو تفرجت علينا قبل كده فوق 35 سنة احنا بنعمل منذراي البطن والرحم على طول وبنبتدي نعمل حقن مجهري خاضيك ما عندكيش وقت احنا كمان فوق الـ 40 يعني 41 سنة ما عندناش وقت نضيعه ان احنا نحاول في المحاولات الطبيعية حضرتك هتعمل لنا منذراي البطن والرحم ونبتدي نشوف التحليل السليمة في طريق الحقن المجهري وننصحها ان هي تعمل حقن مجهري لان طبعا سنها كبير هي بتقول ان تحليل السائل المنوي بتاع الزوج مش سليم قوي او 100% فيبقى احنا نلحق ان شاء الله عشان يا ربنا يرزقنا بالاطفال ان شاء الله ان شاء الله السؤال التاني السلام عليكم اشكركم على ما تقدموه من معلومات مفيدة وجزاكم الله عنها كل خير سؤالي عمل زوجي عملية الدوالي وتم الحمل بعد 5 اشهر من العملية ونزل لضعفه في الاسبوع السابع والى الان لم يحدث حمل ومرت سنة على العملية واجرى تحليل اكتشف ان العدد 6 مليون للميلي و24 للكلي وعمل تحليل هرمونات وكانت سليمة وتشخيص الدكتور انه يحتاج لتنشيط فقط الى ان يحدث الحمل سؤال هل يمكن بهذا العدد اجراء تلقيح صناعي وهل ممكن ان يتحسن الوضع مع المنشطات التي اخذها الزوج وهي 3 شهور وريح شهر ورجع ياخدها تاني بعد اخر تحليل طيب المدام لو هي يا مدام هالة لو هي بتتفرج علينا دلوقتي الزوج عملت عملية الدوالي نجحت الحمد لله وربنا كرمنا بالجنين خلاص يعني انا مش عارف اسباب نزول هذا الجنين في الشهر السابع ده نبحثه مع طبيب امراض النساء والتوليد ايه كان السبب في نزول هذا الجنين في الشهر السابع اما احنا ليه دايما علاج الزوج بياخد 3 شهور ليه علاج الدكتور دايما بياخد 3 شهور علاج الزوج بياخد 3 شهور ما سألناش نفسنا السؤال ده لان تكوين الحيوانات المنوية داخل جسم الرجل بياخد 72 يوم يعني السائل المنوي للزوج والحيوانات المنوية للزوج هي عبارة عن مخزن متجدد السائل المنوي او الحيوانات المنوية اللي خارج النهاردة من جسد هذا الرجل دي متكونة ودخلة في يعني دخلة في المصنع بتاعها من 72 يوم فعشان كده العلاج اللي احنا بناخده لازم يجب ان يستمر 3 شهور طبعا العدد للحيوانات المنوية بنقول لما دام هيلة هو عدد هيل 6 مليون العدد 6 مليون و6 مليون ده حاجة هيلة خالص ينفع معها تلقيح صناعي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يغلب على الظن انه ممكن يحدث حمل طبيعي وان كان احنا معرفناش وسيلة الولادة الاولانية هل كانت طبيعية او قيصرية وهل كانت قيصرية سليمة وحدث بعدها سخنية ولا لا وطبيعية حدث بعدها التهابات ولا لا كل دي اسئلة لازم من نسألها البعضين هل بنعمل اشعة باستبغى منشوف هل في حاجة استجدد ولا لا لان دايما تأخر الانجاب الثانوي واللي كان بيتفرج معانا على الحلقات تأخر الانجاب الثانوي ندين الولادة الاولانية لان الستة مليون بتاعت الزوج دي هيلة وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي ما ينفعش اقول الرقم مجرد لازم اشوف تحليل الثائل المنوي كاملا سؤال الثالث دكتور شهادي لو سمحت انا عملت تحليل وكنت عايزة من حضرتك تقول لي نتيجة التحليل البرولاكتين اتنين وده هايل ال 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 اتش واحد وثلاثة من عشرة هايل ال ال اف اس اتش تلاثة وثلاثة من عشرة كنت عايزة اعرف اعيد التحليل تاني ونسبة التكاييسات فيها لاني انا لفيت عند كل الدكاترة وكلهم يدوني منشطات وعملت اشعة سبغة وبرضو ما حصلش حاملة انا متزوجة من ست سنين وانا من اسوان ونفسي اجي في عيادتك يا دكتور انا بتابع البرنامج حضرتك على طول انت بتبسط الامور وانا دايما نفسيتي تعبانة لما اسمع حضرتك بتفائل الله يعطيك العافية حضرتك انا دلوقتي اعمل ايه اعيد التحليل ولا ايه شكرا وISkin انا اعود اعرف بس واقول للناس ان تشخيص التكاييسات على المبايد هو عبارة اخر حاجة الرويال كوليج او كلية الجراحين في بريطانيا قالت ان احنا هنشخص دون بالتلات حاجات تلات حاجات لازم يظهر منهم اتنين يعني ايه يا دكتور يعني ماينفعش تيجي المريضة اقول لها الدكتور قال لي اصلح حضرتك عندك تكاييسات على المبايد لما عملنا اشعة مهبلية لا الاشعة المهبلية دي واحدة من تلات كريتيريا يعني ايه يا دكتور يعني لازم يبقى فيه اعمل اشعة المهبلية الاقي المبيضين او احد المبيضين انا دايما بسميه عمل زي عش النحلة ولما نيجي مرة من المرات ان شاء الله واحنا بنشرح المنظر للبط ونيجي نلاقي تكاييسات على المبايد هقول لك هو ده المنظر بيبقى عمل زي عش النحلة او عيون النحلة الاقي فيه عيون كتيرة ظهرة فيه داخل هذا المبيض دي بقى اول كريتيريا او الجزئية الاولانية طب ايه تاني يا دكتور فيه حاجة اسمها كلينيكل او لابوراتوري هايبر اندروجينيميا وبعمل لها الصنار على البط الاقي ان الشعر في جدار البطن الامام يوصل لسرتها مش ده الطبيعي بتاع السيدات الطبيعي بتاع السيدات ان شعر العانة يبقى عند مستوى العانة وما يطلعش فوق في البط دوا عبارة عن اضطراف في هرمونات الزكورة ان يظهر عندها بعض الشعر في منطقة الدقن او حوالين الحلمتين دي مناطق غير طبيعية ان يظهر فيها شعر بالنسبة للسيدة ده اسمه كلينيكل هايبر اندروجينيميا هرمونات الزكورة عند هذه السيدة عاملة جزئي كلينيكي انا قدر اشوفه بعناي دي الكريتيريا التانية او لو انا مش شايف بعناي وعملت لها تحاليل هرمونات الزكورة لقيتها عالية يبا احنا قلنا ده كلينيكل او لابوراتوري هايبر اندروجينيميا يعني الهرمونات الزكورة سواء شفتها بالتحاليل او شفتها عن طريق العين تالت جزئية اللي هي ال FSH هرمونات الانوسة اللي هي ال FSH والLH او وجود لبن في صدر السيدة ال FSH والLH دايما دايما زي ما احنا كده بنشرح للاطباء الصغيرين بنقول لهم ال FSH ده اثناء الدورة كلها لازم يبقى راكب على نفس ال LH هو اعلى من ال LH على طول ما عدا في فترة التبويض اللي هي بيقرب من 18 ل 24 ساعة ده ال LH احنا بنسميها حاجة اسمها ال LH سيرج لأ طباء اللي بتفرجوا عليها طبعا هيبقوا فاهميني الكلام دوا ان هرمون ال LH اعلى ويجبس على نفس ال FSH ده بيبقى اليوم من ال 13 ل 14 للدورة المنتظمة اللي هي ال 28 يوم انما في العادي انا بعمل التحاليل الاولانية ال FSH والLH اللي اللي ما دام عاملاها من اليوم التاني للسادس من الدورة المفروض ألاقي ال FSH اعلى من ال LH زي ما عنده حضرتك كده فهو سليم احنا بننصح هذه السيدة ان حضرتك هتعمليلي من ذري البطن والرحم نطمن على حضرتك الاطمئنان التام طلع سليم احنا ما جبناه السيري التحليل الزوج لان انا لازم اشوف تحليل الزوج لان احنا زي ما احنا قلنا ان الحمل عبارة عن قضيبي القطر الرجل والمرأة ما ينفعش بمعزل ان السيدة تيجي بقالها السنة تين بتدور على خلفة او بتدور على حمل وتيجي تقول لي اصلي بعملتش تحليل السائل المنوع فعايزين نطمن على تحليل السائل المنوع ونشوف الدنيا عاملة ازاي السؤال التاني السلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا والدة بقالي خمسين يوم ولست بينزل عليها دم وخدت حبوب لوقف النزيف وبرضو الدم لست موقفش ده يكون سبب ايه وانا والدة قيصري واي اأمن وسيلة استخدامها لمنع الحمل ان شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن وسائل منع الحمل وزاي ما انا بقول كده بالبساطة جدا وسائل منع الحمل دي احنا بنقعد نتناقش مع السيدة يعني ايه يا دكتور اللي ينفع لحضرتك ما ينفعش لغيري احنا الاول بس نجاوب على النص الاولاني من السؤال وهو النصف بعد خمسين يوم او النصف بعد الولادة يعني ايه يا دكتور يعني هذه السيدة المفروضة على اليوم اللي اربعين الدم بيقف لا مكملين نشوف نعمل صنار نروح لققرة الطبيب يغلب على ظنين النماهر او طبيبة ونعمل الصنار عن طريق البطن او عن طريق المهبل نشوف الرحم سليم ولا لا طيب الرحم سليم يا دكتور وطلع ما فيوش حاجة احنا دايما هو السيدات محطوط في دمخها ان الدم بينزل اربعين يوم اليوم اللي اتنين واربعين بقت خلاص انا بنزف وكده لا احنا لما جينا يوم اللي اربعين هو ده السنة اللي اربعين انما دون المتوسط بتاع السيدات يعني ايه يا دكتور يعني فيه سيدة بتطهر بعد عشرين يوم وفيه سيدة بتطهر بعد تلاتين يوم وفيه واحدة اربعين وفيه واحدة خمسين وفيه واحدة ستين ده كله لان هي كل جسم زي ما احنا قلنا لسه قاعدة اللي احنا ارسناها ان احنا مختلفين واختلافنا ده رحمة كلنا مش شبه بعض في سيدة بتطهر على العشرين على الثلاثين على الاربعين على الخمسين بس نتأكد ان ما فيش حاجة جوا الرحم ونعمل الصنار نتأكد طيب هي بتقول ايه الوسيل اأمن وسيلة هي ما فيش حاجة اسمها اأمن وسيلة في حاجة اسمها الوسيلة المناسبة لحضرتك سنا صحة يعني لازم نسأل حضيك عندك كام سنة حضيك تبحثي عن حملة تانية ولا لا في اي امراض عضوية او امراض مزمنة سواء ضغط سواء سكر سواء كلا سواء كبت كل دا ولا لازم الدكتور يسأله طيب الوسيلة هل حضرتك نساية ولا حضرتك منتظمة في اخذ العلاج وفي اخذ الحبوب طيب لا انا انا ست منتظمة وهقدر ازبط نفسي يبقى في حاجة اسمها حبوب الرضاعة حضرتك عايزة تردعي ولا مش عايزة تردعي حضرتك 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 في احنا زي ما بنقول مفيش حاجة اسمها امن وسيلة في كل وسيلة ليها ظروفها الكويسة او ظروفها اللي مش كويسة يعني في وسيلة مثلا اللوب الايو دي طيب دا بيتركب طيب دا اركبه امتى حسب ما الطبيب شايف طيب ايه المميزات بتاعته مميزاتنا انا بركبه وانساه يعني اضوبك كل فحصه كل ستة شهور طيب ايه العيوب بتاعته طيب لا بيزاودلي كمية الدورة بدل ما الدورة تبقى يومين ولا تلاتة هتبقى ستة ولا سبعة بدل ما بغير حفاظة في اليوم او حفاظتين بقوا تلاتة واربعة وهكذا طيب الالتهابات المهبلية بتزيد طيب حبوب منع الحمل اللي هي حبوب منع الحمل العادية دي تعتبر من الوسائل الكويسة جدا والامنة طيب بس لازم حضيك تاخديها يعني كل يوم لا يفضل في نفس المعاد بس لازم تتاخد كل يوم طيب ايه العيوب فوق الخمسة وتلاتين السبعة وتلاتين الهرمونات من الضريفة لو حضيك بتاخديها في فترة الرضاعة يبقى ما تنفعش تاخد في فترة الرضاعة هتقلل لنا الهرمون اللبن لان انا بأثر وبديله هرمون الاستروجين اللي بيمنع اللبن وهكذا يبقى انت حضرتك ما ينفعش نقول وسيلة امنة عشان تيجي استيداب بهي وهي بتبحث على وسيلة تقول لي اللي حضرتك شايفه لا احنا بنبحث مع بعضينا عشان اقول لي حضيك المميزات والعيوب وحضرتك اللي انت بتشيل المميزات بتاخديها ولما تحدث العيوب يبقى احنا عرفناها السؤال اللي بعد كده دكتورنا الفاضل اودى ان اسألك انا دورتي كانت مدتها ست ايام ومنذ الامس اشعر بالالام مثل الالم الدورة مع وجع في اسفل الظهر وتحت السرة مع الشعور بالتعف فما السبب ومتى استطيع ان اجري اختبار حملة عن طريق تحليل الدم طيب الوجع اثناء الدورة الشهرية وهو ما يسمى الديسمنورية او عصر الطنف يعني ايه عصر الطنف ده حاجة عنوان كبير جدا عندنا موجود في الكتاب بعض السيدات او البنات وبعض السيدات بتكمل بعد ما تتجوز اثناء الدورة بيحدث لها وجع شديد وقلم شديد وبيصحبه دوا ان هي بتبقى ممكن تبقى منتهية وفي بعض السيدات اللي هتتفرج عليها هتقولي انا اول يوم في الدورة ما اقدرش انزل الشغل في بعض البنات مثلا تيجي تقولي ان انا بنعبقى عارفين وفعلا في بعض البنات بيبعندها قلم الشارع بتاعها كله بيعرف ان هذه البنت عندها الدورة احنا متخيلين اه بيحدث يحدث وجع في اسفل البطن شديد ممكن بيحدث وجع في الرجل لغاية لما يوصل للركب ممكن ممكن كل ده بيسمى عصر الطمس ودوا بيتابع متابعة جيدة مع الطبيب مع بعض المسكنات ودوا حاجة بتدل على نشاط النبيض الزايد يعني دي حاجة تفرح يعني لما تيجي بنوتة وبتقولي انا عندي وجع شديد جدا يا دكتور انا بقول لها ان شاء الله ربنا يا كريمك لما تتجوز ان شاء الله يحدث الحمل هي دخلتنا المدام في سؤال تاني وسؤال تاني جميل امتى اعمل اختبار الحمل لما يحدث يعني ايه يعني انا دورت يوم عشرة سبعة بتجيلي كل تمانية وعشرين يوم يوم تمانية تمانية ما جاتش مع انتظام الدورة الشهرية يعني يا دكتور يعني مش حضرتك وقدر ان دورتك بتتأخر وتيجي تقوليه هعمل اختبار الحمل لا انتظام الدورة الشهرية بيجيلي كل تمانية وعشرين يوم تمانية وعشرين يوم يوم التسعة وعشرين ممكن بحضرك تعملي اختبار الحمل سواء بول او دم وان كان الدم اقوى لان هو بيظهر الهرمون الحمل في فترة اقرب يعني هنعمل دوان او دوان بس مع انتظام الدورة الشهرية لو الدورة الشهرية غير منتظمة حضرتك يبقى لأ احنا بنديها بقى مدة 3 او 4 ايام لغاية لما نعمل الاختبار الحمل احنا كده خلصنا اسئلتنا النهارده وهم بيقولون ان احنا اردنا نخلص انا بس يعني اطلب رجاء من الناس اللي بتفرج علينا الاتصالات للمعرفة او للاستفسارات الساعة 12 ظهرا والساعة 12 مساء ما دون ذلك بس الواحد نبقى عشان بس ايه نرد ويبقى ايه الرد سليم ان شاء الله وكويس العادي تبعنا ويبعتلنا على صفحة فرحة حوة وان شاء الله ربنا يقدرنا وان احنا نرد عليهم هتلاقوا الصفحة مفتوحة ان شاء الله وبعتولنا اسئلتنا نذكركم بزيارة محافظة السويس كل يوم سبت الساعة 10 ظهرا على وعد بلقاء ان شاء الله على من قبل نص ساعة من الان مع برنامجكم برنامج فرحة حوة مع دكتور شادي استشاري شادي محمد استشاري امراض النساء والتوليد والعقم واطفال الانبيب والحقن المجهري ومناظير البطن والرحم على وعد وبلقاء اذا كان في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة